الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبناءنا طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مكان من أرض مصر أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة في برنامج اللغة العربية في مدرستكم مدرسة على الواء أبناءنا اليوم بإذن الله تعالى سنتناول موضوعا من الموضوعات المهمة والحيوية في اللغة العربية في إطار البلاغة العربية كما تعلمون أنكم درسوا وشرحنا لكم بالتفصيل قبل ذلك رحنا لكم بالتفصيل قبل ذلك في علم البيان الاستعارة والتشبيه والاستعارة والتشبيه كما فصلنا فيهم آنفا يندرياني تحت علم من علوم البلاغة الثلاثة وهو علم الضبط علم البيان فكما قلت أثناء شرح الاستعارة والتشبيه إذا طلب إليك وأقول ذلك حتى تعتاد على نوعيات الأسئلة المختلفة التي قد تأتي إليك بأشكال مختلفة ومتبينة فتكون مستعدا لكل هذه الصيغة قد تكون الإجابة في ذينك لكن اختلاف صيغة السؤال تجعلك لا تفهم المطلوبة وبالتالي لا تجيب فإذا قيل لك استخرج لونا بيانيا كما قلت لك سابقا لونا بيانيا فالآن أقول لك لك أن تستخرج تحت أو ما يندريك تحت اللون البياني السعارة بنوعيها مكنية ولا تصرحية تشبيه بأنواع مفرد بليغ ضمني تمثيلي إلى آخر ذلك واليوم نزيده فلك أن تستخرج تحت أو حينما تسأل عن اللون البياني كناية أو مجاز مرسل كناية أو مجاز مرسل أو يحدد لك الممتحن السؤال فيقوله استخرج كناية وبين نحك كناية عن إيه زي ما هنقول بالتفصيل أو مجاز مرسل وعلقته أو السعار أو تشبيه فيمكن أن يحدد نوع اللون البياني المطلوب أو يقول لك بين نوع الصورة أو بين اللون البياني في البيت أول أو البيت كذا ويسمي البيت يبقى دي كلها أنماط لأسئلة مختلفة حول البيان أو علم البيان أو الألوان البيانية أو الصور البيانية اليوم نبدأ الآن في الكناية ثم يليها المجاز فما هي الكناية؟ عارفنا من المقدمة التي قلتها آنفا أن الكناية لون من الألوان البيانية بالتالي لا تندرج تحت المحسنات البدعية يبقى لون بياني الكناية بداية لون بياني الكناية في تعريفها إطلاق لفظ جملة أنا أقول جملة الشاعر يقول جملة الكاتب يقول جملة تأتي لك الجملة ويراد بها شيء من اثنين أن أكني بهذه الجملة عن صفة أو عن شيء غير المعنى الحقيقي أو أن أريد المعنى الحقيقي لهذه الجملة بمعنى آخر نفصل جملة تقال جملة تقال قد يكون القائل يريد المعنى الأصلي لهذه الجملة أو قد يريد معنى آخر وهو ما نسميه بها البيان هنا بها يعني الكناية لو جاءت بدون معنى مجازي ما تصبحش صورة بيانية أرجع للأول خلص في أول حياة في البيان أو في علم البلغة لما قلنا أنه عند الأسلوب حقيقي ومجازي يبقى في الكناية قد يكون الأسلوب حقيقي أو مجازي إذا استخدمت الأسلوب حقيقي فخرج من إطار المجاز وأصبح على الحقيقة وإذا أدرج تحت الكناية فأصبح مجازي أي خيالي أي تحت ألوان البيان وهو ما يسمى الكنية طب نرى بمثل إذا ما قلت انظر معي عمر بابه مفتوح ما رأيك في هذه الجملة أهذه الجملة حقيقية أم مجازية قبل أن أعرف ما المجازي الذي فيها السعارة والكنية والتشبيح لم تتكلم في الكناية يبقى أنا أشوف هذه الجملة حقيقية أم مجازية وبالتالي إذا كانت حقيقية خرجت من إطار المجاز فلا أقول فيها كناية لأنني الآن أشرح في الكناية أنا سأحمل أو سأحمل هذه الجملة على المعنين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فلنرى حينما أقول عمر بابه مفتوح أنا أقف أمام باب عمر منزل عمر قدامي ولقيت الباب حد يسألني وأنا أتكلم في التليفون عمر بابه مفتوح أو المفتوح؟ أقول لا عمر بابه مفتوح الباب مفتوح خلاص يبقى في حالة دي أسلوب حقيقي أسلوب حقيقي إذا أخدنا المعنى على أن عمر بابه مفتوح على أن الباب هو باب المنزل مفتوح بالفعل وعكسه موصد يعني مش مقفول يبقى الجملة دي خرجت عن المعنى أو لم تخرج عن المعنى الحقيقي ولما فياش أي نوع من البلاغة لكن انظر أيضا حينما أقول عمر بابه مفتوح دليل على أن الضيوف تدخل وتخرج من باب عمر لتتناول قرم الضيافة بصرف النظر عن ما إذا كان الباب مفتوح أم مغلق أنا ما بتكلمش على الباب كباب أنا ما بتكلمش بباب عمر أساسا لكن أنا بتكلم على معنى يبقى في الحالة دي خارجت عن المعنى الحقيقي أن الباب مفتوح مش مقفول وأعطتني معنى مجازي آخر وديتني صفة أن هذا الشخص عمر يتصف بالكرم طبعا إيه اللي علاقة بين أن عمر بابه مفتوح يعني الباب مفتوح أو فتح الباب والكرم لأن الباب حينما يفتح تدخل الضيوف وتحصل على الواجب أو الكرم أو ما إلى ذلك فبالتالي نقوله من خلال هذا المثال عمر باب مفتوح أن هذا الرجل يتصف بالكرم هكذا مثل المثال البسيط عرفنا أن الأسلوب من تعريف الكنابة أنه جملة أو عبارة أو معنى يقال وقد يحمل على معنى حقيقي كما رأينا وقد يحمل على معنى مجازي بين كوسين المجازي اللي هو الكناية طب أنا إلا عرفني بقى لو انحقض الجملة ديت على المعنى المجازي خلاص سبنا احنا متكلم بالفبلاغة فمعنى مجازي سبنا الحقيقي بقى يبقى عرفنا كسرة الضيوف يبقى كسرة الكرم طيب في الكناية لابد ان يكون هناك دليل او قرينة او شيء مادي يدلوني على المعنى الحقيقي المعنى الخيالي او المجازي او الدليل في الجملة دي بقى مادي ايه على المعنى اللي انا قلته هنا ان عمر مشهور بالكرم اقول لك ان الباب مفتوح يدل على كسرة خروج ودخول الضيوف وبالتالي الكرم هذا المثال مثال حديث يقابله قديما وانا اصروا ان اتي بهذا المثال لانه من اعمدة امثلة الكناية حينما نقول محمد كسير الرماد رفيع العماد هذان مثالان وسأذكر الثالث اشهر ثلاث امثلة في الكناية في البلاغة العربية نقول مثلا هندو بعيدة ما هو القرط انظر المثال اول محمد كسير الرماد ده الترجمة القديمة للمثل القديم اللي قلنا عمر باب مفتوح كثير الرماد طب هذا المثل دي جملة خيالية مجازية بنقسين كناية فا كناية طب كناية عن ايه كناية هي عن الكرم طب ما احنا قلنا الكناية لابد ان يكون فيها دليل يدل على الصفة اللي عندي انا بوصف هنا محمد النكريم بس ما ذكرتش النكريم ما ذكرتش صفة دي اطلاقا ما قلتش في الجملة دي ما يدل على الكرم لكن المعنى يقول كلام ده طيب ما الدليل الذي افهم منه ان محمد يتصف بهذه الصفة التي لم اذكرها صراحة الدليل انظر محمد كسير الرماد المثل ده لو انت تذكروا انا قلت ان البلاغة ابنة البيئة وابنة العصر ومن الذي وضع علوم البلاغة العرب كما قلنا والعرب قديما لم يكن لديهم انواع الادوات الحديثة التي تستخدم في الطهي الان البتجازات والمايكروف والادوات الكهربية وما لذلك لكن كانوا يعتمدون في ذلك على الاخشاب التي تستخدم في طهي الاطعمة في الصحراء نتيجة احتراق قصير الاخشاب تتحول الى رماد فكلما قصر رماد او الرماد الناتج عن الاحتراق الناتج عن قصرة الطهي الناتج عن قصرة الضيوف شوف بقى اللفة الزكية اهو ده الدليل بقى اللي بدلني من الجملة دي تدلني على قرم الشخص يبقى قصرة الرماد ناتجة من قصرة الطهي وقصرة الطهي ينتج عنه قصرة الضيوف فبالتالي هذا الريو الكريم مثال أخر قرين هذا المثال حينما نقوله أو المثال القديم محمد وستأذكر المثال القديمة وأمثالها حديثة محمد جبان الكلب قريب منه أوي اكتب المثال وبعد نرجع المثال ده بعد ذلك نقول محمد جبان الكلب ما علاقة هذا المثال ستتعجب حينما ترى الصفة أو الكناة في هذه الجملة محمد جبان الكلب حذر معي أيها الطالب ما الصفة التي أريد أن أصف محمد دها في هذه الجملة عايزة أقول محمد يبتصف بإيه في هذه الجملة فكر معي سيناتنا محمد جبان الكلب هل تتخيل أن في هذه الجملة أصف محمد بصفة إباه تتخيل ولا تتعجب بصفة الكرم الكرم ما علاقة الكرم بجملة محمد جبان الكلب يعني إيه علاقة بين الجملتين دول أقول لك وده من سر جمال الكناية أنها تعمل العقل بتخليك تفكر تتذكر لما كنت بشرح أنا في التشبيه وقلت لك أن التشبيه التمثيلي والضمني أصعب أنواع التشبيه لأنه لا يأتي لك بأطراف المشبه والمشبه به أطراف التشبيه مباشرة محمد كالأسد خلاص محمد مشبه أسد مشبه به عرفناها لكن ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة تهونوا علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة يبقى طفين التشبيه بقى أقول آه ده أفضل أفكر أفكر أولد تشبيه ضمن شبه من يضع هدفا غاليا ويرود الوصول إليه كالذي يخطب فتاة حسناء من عيلة القوم ويعطيها مهرا غاليا يفضل يفكر ويعمل عقله زينه حتى يصل إلى التشبيه هكذا في الكناية في سر جمالها زي ما نعرف بعد شوية إعمال العقل والإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل يعني المعنى اللي عندي هنا في الجملة دي محمد جبان الكلب المعنى اللي عندي إن محمد كريم طب إيه الدليل بقولي ديه على كرم محمد أقول لحضرك الدليل وأقول لك تاني أذكرك تاني إن المثال ده أو الجملة دي في العصر الجهلي وكانوا يعتمدون في البيئة الصحراوية على الخيام والأغنام وما إلى ذلك يعتمدون في حراستهم على الكلاب فده أنا نقرر شوي طيب من طبيعة الكلب الذي يرى بشرا كثيرة الناس داخل لو طلع يكونوا كلبا أنيسا يأنس بالناس وتأنس إليه أما الذي لا يرى الناس ولا يألف الناس يكونوا شارسا مجرد أن يراك يحاول أن يهجم عليك فكلب محمد استؤنس من قصرة الضيوف الداخلة والخارجة عليه فلم يقول الشعر أو لم أقول أنا في هذه الجملة مباشرة محمد كريم ولكن حينما أتحدث بلغة البلاغة اللغة العربية لغة البلاغة لغة أهل الجنة في الجنة فأقول هذا المعنى بشكل غير مباشر حتى أعمل عقل المستمع أو القارئ آتي بهذه الجملة وأفكر حتى أثبت لمحمد القرم ولكن بجملة غير حققية جملة بلاغية استخدمت فيها لونا بانيا وهو الكناية طيب ده المثال الثاني نعود إلى المثال الثالث وكلها أمثال عربية أصيلة حتى تتضرب على الكناية بشكل صحيح ثم آتي لك بأمثالة من العصر الحديث حينما نقول محمد رفيع العماد ما معنى رفيع العماد العماد اللي هو أعمود الخيمة كان زمان العرب بيعشوا في خيام العرب قديما كان يعشوا هنا في خيام وكلما ارتفعت مكانة الشخص كلما كانت دعائم خيمته أعلى من غيره ثانية العرب كانوا يعشون في الجزيرة العربية وكانوا يعشون في الخيام لم يكن هناك القصور البيوتة التي نعيش فيها الآن أو المنازل بشكل الحال الذي نعيش فيها الآن ولكن كانوا يعتمدون على الخيام فكلما ارتفعت منزلة الشخص فكلما ارتفعت أعمدة الخيمة يعني الخيمة بتاعته أعلى من خيمة باقي الناس تلاقي فيه خيمة ناس عالية كدهوة ومميزة والباقي خيام صغير فلما نقول رفيع العماد ايه الصفة بقى اللي في الجملة دي يبقى كناية عن ايه بقى؟ عن العزة والرفعة طب انا ما ذكرتش هنا العزة ولا الرفعة لكن انا ذكرت ان ارتفاع أعمدة الخيمة هو ارتفاع أعمدة الخيمة قديما تدل على العزة والرفعة طيب المثال الثالث من الأمثلة القديمة هندو أو الطالب أو الفتاة بعيدة ما هو القرط نكتب مثال في صفحة مستقلة يقولوا الفتاة بعيدة ما هو القرط نفسر بعض الكلمات الأول على ساتة متابعنا في الكنياء القرط اللي هو الحلق الفتاة طبعا البنت القرط اللي هو الحلق اللي السيدات بتلبسه في الأذن طيب بعيدة ما هو القرط بمعنى أن الحلق بتلبس فين بتلبس في الأذن نركز والمثال ده جاهلي أيضا المثال ابنه بيأتي هذا المثال من العصر الجاهلي كان من معايير الجمال لدى العرب لا أعرف الآن طول العنق قديما لدى العرب كان من معايير جمال البنت أو الفتاة أو السيدة طول العنق يعني العنق الرقبة دي تكون طويلة عند البنت لما تكون البنت طويلة أو السيدة طويلة العنق يبقى من مظاهر الجمال طيب الشاعر هنا أو اللي دومنا دي ما ذكرش المثال أو المعنى مباشرة ما قالتش الفتاة الفتاة طويلة العنق لكن هو هنا يقصد أن البنت طويلة العنق بس ما قالتش مباشرة ما ديه كناية طيب نفهمها فين ده فين الديل على أن الكاتب عايز يقول أن البنت عنق وطويل الفتاة بعيدة ما هو القرط طيب طيب القرط أو الحلق يلبس فيها الأذن وكلما كان الحلق الذي يلبس في الأذن طويلا كلما كانت أو رقبت أو عنق الفتاة طويلة فإن هذا المثال يبقى بعيدة ما هو القرط ما هو القرط يعني المسافة بين الأذن حتى خلاص نهاته وممكن واحدة تلبس صنط وممكن واحدة تلبس 2 صنط وممكن واحدة 3 صنط يبقى على أد طول الحلق من مصدره من شحمة الأذن نقول البنت طويلة العنق طيب مثال كمان منقول دي كلها أمثلة من العصر الجهالي طويل محمد أو الجندي طويل النجاد طويل النجاد لازلت أتحدث في الأمثلة العربية الأصيل أو القديمة الجندي طويل النجاد هو تقول لي أنت تشبيه عشان شفت كلمة الجندي فيش مشبه به خلاص ولا السعارة الجندي طويل النجاد طب يعني إيه طويل النجاد خلاص صويل يعني حاجة طويلة إيه النجاد ده بقى جراب السيف جراب كلام ده قديما كانوا يحاربون بالسيوف ما نفعش دلوقتي أقولي الجندي طويل النجاد ما عادش فيه السيوف دلوقتي عاد فيه طقرات ترفال وعاد فيه غوصات وواواواوا طيب ما الصفة التي وصفت بها هذه الجملة الجندي يعني معنى إيه بقى الجندي طويل النجاد قلت لك النجاد هو الجراب بتاع السيف غمد السيف مكان اللي كانت ربط على الوسط ويوضع فيه السيف كلنا نعرفها شوفناها في الأفلام القديمة طيب الصفة ده الكلام ده بقى يدلنا على أنهي صفة من صفات الرجل بقى الجندي إنه زكي إنه شجاع إنه قصير إنه طويل إنه تخين أقول لك صفة الطول يعني الرجل الجندي طويل بدليل إيه بقى ما هو إيه الدليل في الكناة دي الدليل إن النجاد بتاعه جراب السيف بتاعه طويل جدنا ما ينفعش شخص قصير قد كده ويكون الجراب بتاع السيف أو النجاد بتاع السيف طويل حجر على الأرض شفتوا بقى المعنى شفتوا الدليل أهو ده بقى يبقى الكناية رقص ما قلناه بقى جملة تطلق تقول جملة وقد تريد بهذه الجملة المعنى الحقيقي أو تريد بها معنى مجازة نظر إلى المثال قدامي ده الجندي طويل النجاد هل ممكن أحمل هذه الجملة على الحقيقة؟ بالضبط يعني ممكن أقول إيه بقى؟ محمد هذا الجندي محمد طويل النجاد خلاص بدليل النجاد طويل قد كده ومسلا حوالي متر لكن إذا أردتوا المعنى الغير حقيقي اللي هو المعنى المجازي وعرفني غير حقيقي اللي مش خيالي لا ده بياني أو خيالي يبقى دليل على صفة في هذه الجملة سر جمال كناية هو الاتيان بالمعنى اللي أنا عايز قدامي في الجملة مصحوب بالدليل ما الدليل على أن محمد طويل على الجندي طويلة هنا إن جاد بتاعها طويل بص ما الدليل على أن الفتاعة نقة طويلة القرط بتاعها طويل زي ما قلنا ما الدليل على أن محمد من سادة القوم العماد أنظر عماد الخيمة رفيع العماد ما الدليل على أن محمد كريم انظر كثرة الرماد وهكذا يبقى سر جمال كناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل الكناية تقسم إلى عدة أقسام كناية عن صفة زي اللي احنا قلناه دلوقتي صفة القرم صفة الجود يوصفة من الصفات أو كناية عن موصوف بعد اللي قلناه ده برضو نقرى اللي أنا كاتبه انظر معي يبقى الكناية تكون عن صفة ويكنفها بالتركيب يعني الجملة اللي عندي بقى التركيب يعني الجملة اللي عندي عن صفة لازمة لمعناها يعني الصفة في المعنى اللي قدامي ده زي ما قلناه زي الكرم دي الصفات اللي ممكن أنا أكني عليها بقى والعزة والقوة والكثرة والكل كل ده طيب مثال قرآني ولا تمشي في الأرض دي مراحة طيب ربنا صلحنا وتعالنا هنا عن المشي في الأرض باختيال وكبرياء وعظمة مش معناها بسعادة لا اسعد وفرح زي ما انت عايز لكن الخيالاء لا هتمشي بلغة يا أرض تهدي معلك أدي لا دي اللي ربنا هنا عنه انظر بقى كناية عن صفة التقبر والتعالي وانت تمشي بقى وتبص للناس بشهزرا بطرف العين بقى تحتقر هذا وتسفى هذا ده اللي ربنا نهانا عنه يبقى كناية عن التقبر والتعالي امشي بطوضع ومحمد كثير الرماد زي ما قلنا كمان كناية عن الكرم وشرحناها بالتفصيل والفتاة من بعيدة ما هو الكرد ايضا كناية عن طول عنق الفتاة وهذا كان صفة من صفات الجمال لدى الفتاهات او نساء في العصر الجاهلي لكل عصر المقيسي قد تقول الفتاة الان لم يعد هذا من مظاهر الجمال لكن هذا كما قلت من عصر الجاه كناية عن موصوف هنتقل إلى القسم الثاني وهو كناية وهو كناية عن موصوف يكن فيها انظر كلمة يكن يكن يعني انا استخدم الكلام في صورة كناية مش بصورة حقيقية ويكن فيها بالتركيب التركيب ما تتخضش منه اي الجملة عن ذات او موصوف او شخص او اي شيء موصوف زي العرب المصريين اللغة الفرنسية اللغة العربية السفية اي حاجة طيب نشوف امثلة وحملناه على ذات الواح ودسر وحملناه على ذات الواح ودسر الاية دي بتتكلم عن قصة سيدنا نوح لما جاء الطفان وربنا نجاه على ذات الواح ودسر انا ما حقولش ايه المقصود بذات الواح ودسر وربنا حمل سيدنا نوح في البحر على ايباه ناخدها كفزورة شيء يمشي في البحر يركب من أخشاب ومسامير دسر لها مسامير الطالب يقول دي السفينة طيب أنا ما ذكرتش السفينة وأنت عرفتها من خلال الصفات اللي أنا تكلمت عنها فأنت عرفت أنا أتكلم عن إيه هكذا يبقى كناعاً موصوف إيه هو الموصوفة السفينة المصنوعة من الألواح للخشب والمسامير لها الدسر تمام صافرنا مثال بقى من العصر حديث مثال من عصرنا حديث أعمل تقول لي بعد ما هو القرد والنجاد والكثير الرماد وجبان الكلب يلبلغة ديك مقصورة على عصر جايلي أقول لك لا انظر إلى هذا المثال صافرنا على ذات جناحيني طيب إما أقول لك صافرنا أقول لك أنت جيت من جيت من السفر من السعودية ولا من أمريكا إزاي أقول جئنا على ذات جناحين أقول لك آه بالظبط أنت كنت تركب عصفورة ولا حماية ما حتطعك علي ما لإيه بقى يبقى الطائرة طيب أنت ما ذكرتش هنا كلمة الطائرة إطلاقاً ما أنا عرفتها الديل بتاع المعنى اللي عندي بقى ذات جناحيني وصفرنا يبقى صفرنا على ذات جناحين أنت دليت على آلة الصفر التي تستخدم لقطع المسافة أو للصفر بين مكان إلى مكان آخر بمسافة بعيدة طيب إيه الشيء بقى السيارة أقول مش ممكن لأن السيارة ليست بذات جناحين أقول لك الغواصة ليست بذات جناحين ما لذات جناحين وما الإيه الذي الآل أو وسيلة الانتقال التي تستخدم للصفر من مكان إلى مكان بعيد ولها جناحين على طول الطائرة يبقى كلمة صفرنا على ذات الجناحين كناية عن الطائرة طب ذات جناحين أنا أبتلك الكناصر جمالها الإتام بالمعنى مصحوب بالدليل ما الدليل على أن الذي أتحدث عنه في هذه الجملة هو الطائرة عندك واحد صفرنا يبقى قالت صفر اتنين ذات جناحين يبقى هي الطائرة ما ممكن ذات جناحين أقول لك رأيته ذات جناحين يبقى شفت طائر من الطيور له جناحان لكن اللي منحها بها من المعنى الحقيقي ده كلمة صفرنا لأننا لا يمكن أسفر وأنا أمططي طائر من الطيور ده كناية عن موصف يبقى أول حقيقة كناية عن صفة ثم كناية عن موصف الثالثة من أنواع كناية كناية عن نسبة انظر كناية عن نسبة وهو اللي النوع التال ده بقى التي يصرح فيها بالصفة الصفة اللي أنا عايزها يبقى صفة مش موصوف طيب كويس كنا عن نسبة حنقول صفة وليست موصوف الصفة دي بقى تنسب إلى شيء متصل بالموصوف صفة تنسب إلى شيء متصل بالموصوف طيب نجيب مثال بالمثال نسبة شخص إلى الخير شخص إلى الخير يعني أقول لك الرأيل ده وش خير الرأيل ده إيد كويسة فها خير أو الشجاعة أو الفصاحة طيب نشوف مثال سيد محمد عليه الصلاة والسلام القيل المثال أهو أهو معقود بنواصيها الخير الخيل معقود بنواصيها الخير فطيب في طلب ممتاز حيقول لي حيوف عندي كلمة الخيل والخير وهيقول لي طب ما هو فيه إن هو جناس ناقص أقول له ممتاز بس دهت لسه هتخدها في الألوان البديعية ما تستعجلش وركز فيه الكنية فين الكنية هنا بقى ونسب إلى إيه نسبت الخيل إلى الخير في خيل يبقى فيه خير وده حتى اليوم حد شيء يقدر ينكر ده الخيل مصدر خير للإنسان بيمططيها يتنزع عليها تأتي بأموال وما إلى ذلك طيب الدليل على ذلك بقى إن الخير زي ما في المثال نسب الخيل إلى الخير بدل أن الخير معقود بإيه نواصيها يعني ب بداية الخيل نراقص ما قلناه في الكنية الكنية الاتيان بمعنى قد أريد المعنى الحقيقي منه وقد أتعدى المعنى الحقيقي إلى معنى بلاغ بن قسين كناية أو معنى بياني بن قسين كناية الكناية ثلاثة أنواع كناية عن صفة أي صفة من الصفات القرم الشجاع الطول القصر الذكاء الغباء أي صفة كناية عن موصوف شخص جماد حيوان وفرع من تحت ثلاثة دي كما شئ كناية عن نسبة نسبة شيء إلى شيء في الصفة ولاس في الموصوف طيب آخر شيء به هو أنا قلته عن السنتيجو وحنقننه كتابة سر جمال الكناية من خلال أنا قلته بقى ده كله السنتيج ما بقى الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل يبقى سر جمال كناية الثلاثة بقى نسبة كناية عن صفة كناية عن الموصوف الاتيان بمعنى مصحوب بالدليل عليه يعني أقولك المعنى والدليل قدامي مش أقولك كلام مرسل اتنين إن أنا بجسم وأجز وأقنع وأمتع اللي قدام مني أنا يعني بدل ما أقولك الفتاة قصيرة ولا طويلة أقولك طويلة مباشرة هديك الجملة مباشرة أنا عايز أعطيك المثال نحن نتحدث بلغة القرآن الكريم التي أعجزت في صحاء العرب هذا ما أقولك المعنى مباشرة ما أعطوه أعطوه لك في ثوب جميل من الألفاظ والبيان انظر الأمثال اللي قدامني ويوم أجمل المعنى المباشر أم المعنى الخيالي المجازي اللي هو الكناية طب نأخذ معنى طائرة صافرنا بالطائرة صافرنا بالطائرة صافرنا على ذات جناحين أيهما أجمل تأكيد صافرنا على ذات جناحين لماذا لأنها لم تأتي بالمعنى المباشر ثانيا أعطت فرصة لذهني أن يفكر طب ما المقصود بذات جناحين الطائرة يقول محمد كسير الرماد طب ماذا أفهم من كسير الرماد محمد طويل النجاد محمد رفيع العماد ماذا أفهم من هذا يعني على فكرة كناحة قد يستخدمها العام دون أن يدرك يعني ما أقول الراجل ده بيفهم مش بيفهم من أول مرة بيفهم من تاني مرة طب الجملة دي كناحة عن إيه بقى أنا إذا ما قلت الجملة دي حبيت أوصفه بإيه بس مش بفيها شكل مباشر عبيت أوصفه بالغباء لأنه ما بيس ما بيس يجيبش من أول مرة العكس بهم أقول لك بيفهمها وهي طير الأنظر بيفهمها وهي طير كناحة عن الذكاء الحادي يعني كلمة قبل ما يكمل المعنى أو الجملة يكون فاهم هذا عن الكناية بقي من الألوان البيانية شيء جميل وهو المجاز المرسل المجاز المرسل الألوان البانية كما درسنا الاستعارة بأنواحها التشبيه بأنواعه والكناية وبقي معنى المجاز المرسل وهذا كله ما يسمى الألوان البانية أو الصور البانية ايه المقصود بمنسيب الكنابة وننتقل إلى المجاز ما المقصود بالمجاز كلمة انظر المجاز كلمة واحدة كلمة وضعت في الكلام كلمة عادية وضعت في الكلام تستخدم لمعنى غير الذي وضعت له أو التاني بشكل أبسط المجاز المرسل كلمة استخدمت في غير ما وضعت له كلمة استعملت في غير ما وضعت له أبناء المتابعين دائما أقولوا في أكثر من حلقة قلته أن الكلمة لها معنى ولها مجلوية إذا فتحنا المعاجم اللغوية جميع المعاجم سنجد أن معنى هذه الكلمة متفق عليه في كل المعاجم لا فيش فرق وحنلاقي الجزر اللغوي أو الأصل اللغوي للكلمات دي واحد في كل المعاجم يعني مول كلمة استكتبه محمد استكتب أحمد ما معنى استكتب أجع له يكتب قلته أمسك وراء ولم أكتب والجزر اللغوي للكلمة استكتب كاتبه في كل المعاجم ما هلقاش اختلاف كلها متطبقة هذا عن المعنى أما المدلول فهو ما تأخذه الكلمة من دلالة معنى الكلمة دي المقصود بالكلمة دي في السياق ده إيه والمعنى واحد وثابت أما المدلول المختلف باختلاف السياق الذي تأتي فيه الجملة الكلمة في الجملة يبقى تاني الكلمة لها معنى ولها مدلول بأكد عن نقطة دي مهمة المعنى في المعجم اسمه المعنى المعجمي أما المدلول دلالة دلالة هذه الكلمة في هذه الجملة في هذا السياق وتختلف الدلالة من جملة إلى أخرى حسب مراد الكاتب هو استخدم الكلمة دي في المكان ده ليه بمعنى إيه هو يقصده بقى هنا بقى في المجاز أو الكلمة استخدمت في غير ما وضعت له يبقى أنا مش عايز المعنى المباشر للكلمة دي لأنا عايز حاجة تانية خالص معنى تاني من الكلمة دي معنى تاني من الكلمة دي طيب لوجود علاقة لوجود علاقة غير علاقة المشابهة مفيش تشبيه لعلاقة غير المشابهة مفيش تشبيه بين الكلمة دي والمعنى اللي أنا عايزه يعني فيه علاقة بين الكلمة اللي قدام مني والمعنى اللي أنا عايزه خد بالك بقى من نقطة المهمة وفيه قرينة يعني دليل زي ما خدناها في السعارة تمنع من أن أفهم المعنى الأصلي تمنع من إرادة المعنى الأصلي يعني تمنع فهم المعنى الأصلي يبقى هنا هو في الكناية كنا بنقول ركز معي في نقطة دي في الكناية كنا بنقول أنا ممكن أحمل الجملة على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي عمر بابه مفتوح ممكن فعلا بابه مفتوحة وممكن أنا عايز الجملة دي عشان أدل على القرم أما في المجاز المرسل في دليل أو قرينة في الجملة تمنعني أن أفهم أن الجملة دي مقصود بها معنى أصلي لا هنا مفيش أنا عايز معنى مجازي خيالي اللي هو بن قسين المجاز المرسل يبقى لخص الكلام الكتير ده كله في الجملة واحدة المجاز المرسل كلمة أضعها في الجملة لمعنى غير معنى هذه الكلمة ويوجد دليل يؤكد أن أنا عايز معنى آخر غير المعنى الحقيقي بتاع الكلمة دي طب بالمثال يتضح المقال المجاز له محنا قلنا فيه علاقة غير في المجاز علاقة علاقة الكلمة اللي قدامي بالمعنى اللي أنا عايزه في زهني غير المشابهة فيه علاقات كتير جدا أول علاقة الجزئية العلاقة الجزئية انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجارة طيبة كلمة انظر هنا كلمة المثال هنا في كلمة كلمة نكتب المثال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة انظر معي إلى كلمة كلمة الله سبحانه وتعالى في المثال اللي ضربه هو الكلمة هذا طب نترك هذا المثال ونقول مثال أبسط اليوم الجمعة وسمعنا في صلاة الجمعة الخطيب وهو يتحدث الخطيب تحدث لمدة تلت ساعة 25 دقيقة طب هل تستطيع أن تعد معي كم كلمة قالها الخطيب في مدة التلت ساعة لشان دي قال حوالي مثلا ألفين ثلاثة ألاف كلمة انظر بقى أقول إيه بقى ألقى الخطيب انظر هذا المثال ألقى ألقى الخطيب كلمة مؤثرة مؤثرة في خطبات أو خطبات أين الشاهد أو أين المثال في كلمة أو في الجمعة في الكلمة ألقى الخطيب كلمة مؤثرة في خطبات الخطيب تكلم زي ما قلنا ثلت ساعة 20 دقيقة أو 25 دقيقة كلام كتير جدا لكن أنا قلت كلمة واحدة بقى طيب في هذا المثال أو في هذه الكلمة مجاز مجاز مرسل علاقته الجزئية ليه بقى لأنه أطلق إيه بقى أطلق الجزء وأراد الكل يعني أطلق الكل وأراد الجزء أطلق يعني كتب اتكلم اللي قدامي هو إيه هو الجزء طيب نشوف إيه الجزء كلنا أصدته ده بقى كلمة كلمة جزء من الخطبة بالضبط الخطبة مجموعة كلمات كلام كتير وكلمة ده جزء هو أطلق الجزء أو أطلق كل يبقى كلمة ده الجزء وخطبة كل هنا جزئية لأنه أطلق الجزء اللي هي كلمة وعراد الكل اللي هو الخطبة كويس كده ده المجاز المرسل الأولى العلاقات وهي العلاقة الجزئية يطلق الجزء ويرد الكل المثال أو العلاقة الثانية ما احنا قلنا هو علاقات العلاقة الأولى الجزئية التانية بها عكسها الكلية انظر إلى قوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم هنا الكلية جعلوا أصابعهم في آذانهم أنا أعمل تجربة صغيرة كده وقت الله سبحانه وتعالى ما بيصف حال الكفار مع الأنبياء سيدنا محمد ما يدعو الكفار فيشبههم مش عايزين يسمعو فيقول جعلوا جعلوا يعني وضعوا هذه كلمة جعل بمعنى حول هنا معناها وضعوا وضعوا أصابعهم في آذانهم حاول تضع هذا الإصبع في أذانك انظر قد ايه من هذا الإصبع تضعه أو استصاصيها أن تضعه في أذانك صمتي الأنمولة صمتي تمام لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بقى جعلوا أصابعهم قال الإصبع كله طيب يبقى فيني المجاز هنا بقى كلمة أصابعهم دي واللي استخدموه يبقى أنا عندي حكين الإصبع كله اللي هو حوالي ثلاثة سنتي أو أربعة سنتي والمعنى المقصود اللي هو الجزء الصغير وإذا قلت لك عملت تجرب نفسك حينما تضع هذا الإصبع في أذنك ستضع جزءا بسيطا منه ولا سيكون هذا الإصبع مستحيل طيب لربنا قال إيه بقى ذكر إيه الجزء ولا الكل لا الله ذكر الكل يبقى علىك خد بالك بقى مجاز مرسل علقته الكلية ليه لأنه أطلق الكل الإصبع كله وأراد الجزء طب ليه ربي ده ده كلام القرآن بقى لماذا خد بالك بقى الجمال هنا بقى في سر جمال المجاز لماذا ذكر الله الإصبع كاملا رغم أنه كان استطاع أن يقول وضع الأنملة الأنملة اللي هي العقلة الصغيرة دي أقول لك لي بقى دليل على أن الكفار لو استطاعوا أن يضعوا كل أصابعهم في أذنهم لكي يسدوا أذنهم عن سماع الهدي النبوي أو الإسلام لفعلوا يبقى كناية غير المجاز عن عدم الاستجابة لكن في الجملة كلها جعلوا أصابعهم في أذنهم كلها على بعضها كناية عن عدم الاستجابة وعدم الاستماع طب فين الدليل وما تقولش أنا لأخبطتك دخلت لك للسعارة في الكناية ده دي أنا متعمد جعلوا أصابعهم في أذنهم الجملة كلها ده تركيب يبقى كناية عن عدم الاستجابة طب فين الدليل مش هنقولنا الكناية سر جمالها اللي تتم بمعنى مصحوب بالدليل فين الدليل على أن هنا عدم الاستجابة أو عدم استماع الدليل يا سيدي أنهم وضعوا الأصابع في الأذن انت ما تكون بتكلم حد ومش مستجيب لك ومش هاي سمعك يعمل لك كده يصموا أذنوا أنا مستمعك وبالتالي مش هننفذ لك اللي انت بتقوله طيب كويس أما المجاز بقى قلنا كلمة واحدة في كلمة أصابعهم يعني معنى كده أن الجملة قد يأتي فيها أكتر من صورة بانية أقولك نعم كلمة أصابعهم فيها مجاز مرسل علاقته إيه بقى هو أطلق إيه وأرد إيه أطلق أصابع أطلق أصابع وأرد إيه أنام الأنملة آه يبقى كلية حيث أطلق الكل وأرد الجزء تمام العلاقة التالية وهي العلاقة المحلية نكتبها في ورقة مستقلة العلاقة ركز معي أول حاجة الجزئية وبعدين الكلية التانية المحلية العلاقة المحلية من المحل يعني المكان من المحل يعني المكان الله سبحانه وتعالى في القرآن ويقول قال تعالى ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك أنظر بقى هنتحول من حصة البلاغة إلى حصة أحياء وتشريح الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة صدرك ألم نشرح لك صدرك طب الله أراد الصدر ككل والصدري لو أنت لوقتي شرحت الصدري هتلاقي فيه بقى هتلاقي في الرئتين والقفز والضلوع والقلب وما إلى ذلك مجموعة دي كلها الجزء الأعلى من جسم الإنسان تجو في الصدري هل الله سبحانه وتعالى يقصد هذا لا وما ليقصد إيه القلب القلب طب ما علاقة الصدر بالقلب الصدر فين وإيه علاقة بين القلب والصدر القلب في الصدر يعني القلب موجود في التجويف الأعلى في جزء الأيصر يميل إلى قل بين ضلوع الإنسان يبقى هنا العلاقة محلية لأن القلب محل الصدر أو الصدر يحتوي على القلب بداخلي يبقى ما يقول لك ما اللونه البياني في كلمة ألم نشرح لك صدرك تقوله كلمة صدرك وأنا أفكرك أن المجاز قلناك كلمة توضع لمعنى غير معناها الحقيقي لعلاقة لعلاقة غير مشابهة هنا طيب نفصل بقى الكلمة اللي عندي كلمة صدر ربنا مش عايز كلمة صدر ما يقصدش كلمة صدرك صدر في ذاتها ولكن يقصد قلب طيب الجمال بقى هنا لماذا ذكر الله كلمة الصدر ولم يقل ألم نشرح لك قلبك معنى رائع أيوما أكبر القلب اللي قد دي بالظبط نوع قلب الإنسان قد قلبة اليد كده بالظبط يبقى ده القلب ومن هنا كده با دي كلها الصدر أيوما أكبر الصدر أم القلب هنا طبيعي الصدر يبقى ربنا سمعاته علم ما يقول ألم نشرح لك صدرك يبقى دليل على اتساع أو على شدة شرح أو السعادة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد لدرجة أنها تعدت القلب الصغير لتشمل كل ما حوله وهو الصدر يبقى ده أفضل مما كان يقول أو أن كان يقول ألم نشرح لك قلبك يبقى ماشي القلب جزء صغير لكن في ضيق لكن سيدنا محمد شوفاه كان ماذا تحملوا للناس انت دلوقتي لو حد قال لك كلمة قد كده تحس بديء وصدرك يغر لكن سيدنا محمد شوفها كم البزاءات أو الإباء وما تحملوا سيدنا محمد وربما تعرر لشخص يريد أن يقتله ويهم أحد الصحابة سيدنا عمر كمثال أن يقتل لهذا الرجل الذي يريد أن يقتل سيدنا محمد ولكن سيدنا محمد يقول دعوه وحينما دخل مكة اتركوه اذهبوا في أنتم الطلقاء من يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور غير شخص شرح الله صدره العلاقة التالية من علاقات المجاز هي علاقة الحالية العلاقة الحالية يبقى لنا المحلية المكان تمام؟ المكان يعني يعني يقول مثلا أكرمني الأستوديو أو ساعدني الأستوديو طب هو الأستوديو ده أنا نقص المقصود بالأستوديو الحوائط والكاميرات ولا البشر بالضبط البشر لكن هنا المكان من البشر هو كذا العلاقة الحالية انظر إلى العلاقة الحالية المقصود بكلمة العلاقة الحالية ننظر المثال نزلت بقوم فأكرموني أو نزلت بالقوم فأكرموني وأكد على شيء نزلت المقصود بالنزول ألغوط من أعلى إلى أسفل لكن هنا المقصود سافرت إلى قوم أو حللت على قوم يبقى ما نقول نزلت نزلت بالقوم فأكرموني وأنا نزلت بالقوم ولا نزلت ببلد القوم وأنا مقول سافرت لأمريكا ولا سافرت للأمريكان طبيعي أنا مسافر للشخص أنا واخد تأشير الدخول لشعب أمريكا كشعب ولا لبلد أمريكا للبلد يبقى ما أقول هنا بقى نزلت بالقوم أي نزلت ببلد القوم بالبلد بالمكان فأكرموني يبقى المجالس في كلمة القوم وأنا أقصد المكان الذي في هذا الشخص العلاقة التالية يبقى حنلخص العلاقات بعد ما نقول مجموعة العلاقات اللي عندنا ونلخصهم العلاقة التالية وهي العلاقة السببية وقبل ما أشرحها سأقول لك تركز من حكتين العلاقة السببية والعلاقة المسببية يبقى فيه سببية وفيه مسببية السببية هي السبب في الشيء المسببية هي شيء نتج عن شيء مثال ما أقول يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم يد بمعنى إيه قدرة واللون البياني هنا أو المجاز هنا نوع إيبا لا يمشي حالية ولا يمشي مسببية ولا يمشي أي نوع جزئية ولا كلها من اللي خدناه ولا يمشي إيه يمشي سببية لأن اليد هي سبب القدرة لذلك سيدني محمد قال إيبا في الحديث عن سيد عليه الصلاة والسلام اليد العليا هي خير من اليد السفلة طب ليس ذكر اليد ما قالش مثلا العين العليا ما قالش الرأس لأن اليد هي مصدر أو بسبب العطاء أنت حينما تعطي صدقة لسائل تعطيه بإيبا بقدمك ولا برأسك ولا بأذنك بيدك تمشي كالشيء وتضعه في يدي يبقى اليد العليا انظر اليد العليا هالياد تعطي بالضبط كده يدك العليا هالياتي فيها الشيء تضعها في يد السائل السفلة ما انفعش تديله كده تقول له طب واشأت مني هكذا يبقى يده الله كلمة يد مجاز مرسل علاقته ايه بقى السببية طب لماذا السببية لأن اليد هي السبب في العطاء أو السبب في القدرة هنا معنى الآية ان قدرة الله سبحانه وتعالى الله تنزه عن ان يكون له شبيه سبحانه وتعالى خذ رؤيتك عن او تصورك عن ربك في اطار ليس كمثله شيء لكن عندما يقول يده الله فوق دين ده عايز يبسط المعنى لي وللرسول ولك ولكل المؤمنين أن قدرة الله سبحانه وتعالى تفوك ما غيره العلاقة التالية هي العلاقة المسببية بقى والمسببية انظر بقى هنا وينزل لكم من السماء رزقة وينزل لكم من السماء رزقة هو اللي بينزل من السماء ايه بقى بين وبينك كده بقى اللي بينزل من السماء ايه فلوس ولا ذهب ولا اي شيء ايه اللي بينزل من السماء مطر مطر طيب هما اللي بقى هنا رزق بقى لان هنا هو المطر يتسبب في الزرع والزرع يتسبب في النقود اللي هي رزق بقى يبقى دي العلاقة المسببية بقولك ما العلاقة في كلمة او ما جلس في كلمة رزقة أقول له علاقة مسببية لأن المطر بينزل والمطر هو اللي بيطلع الزرع والزرع هو أصل الخير باقي علاقتين في منتهاء السهولة اعتبارنا كانوا اعتبارنا سيكون ولازم اتنين يتأخذوا مع بعض حينما تمسكوا تشربوا فنجاننا القهوة فنجان قهوة كده في إيدك وتقول أشربوا أشربوا بنا أشربوا بنا وأنت بتشرب بنا بقى أنت جاب البزور بتاعة نبات البنية اللي بتزرع وتشربها ولا بتشرب قهوة دلوقتي لا بتشرب قهوة أمال إيه بقى كلمة بنا دي بقى أه اللي كان أصله بني يبقى باعتبار ما كان اعتبار ما كان طب مثال ممتاز في الجوزئية تاعتبار ما كان لما ربنا سمحنا تعالى يقول وقاتوا اليتامة أموالهم انظر معي في كلمة اليتامة يعني آتوا اليتامة أموالهم الإنسان الطفل اللي لما يموت ولم يبلغ سن الرشد بيكون فيه وصع لولدته عمه خاله حد من الناس تمام؟ بيتصرف فيه فلوسه حتى يبلغ سن الرشد ده اللي معروف ثم يعطيه الاموال ربنا سنقول ايه؟ وقاتوا اليتامة أموالهم قاتوا يعني يعطوهم اعطوا اليتامة أموالهم طب ازاي ما أنا حدي اليتيم ده وهو نسي واخد بالك اليتيم طالما لو يبنوا من سن الرشد فهو يتيم بعد سن الرشد انتفت عنه صفة اليوتم ما ننفعش نوالها اليتيم بقى طب أنا ينفع ازاي ربنا يأمرني إن أنا أعطي أموال اليتامة وقاتوا اليتامة أموالهم أقول لك آه ده دي بلغبة أصلها وقاتوا من كانوا يتامة وبالتالي تصرفتم في أموالهم يبقى دي اعتبار ما كان يعني اللي كانوا يتامة يعني يعني الذين كانوا يتامة زي ما يقول لك أشربوا بنا وانت دي وقت بشرب بنا ولا اللي كان بنا بالضبط كده آه أخر مثال اعتبار ما سيكون في أقل من سنة اعتبار اعتبار ما سيكون انت دي وقتي ده مثال مش هتنسيه انت أبدا انت دي وقتي طالب في سنة أولى ثانوي محمد أحمد أريج عمر كل الطلاب كده لكن ما أقول لك فهمت فهمت الدرس يا دكتور فهمت الدرس يا معلم يا قاضي يا أي شيء انت لسه في أولى ثانوي وأنا بقول لك يا دكتور ويا مهندس ويا معلم ويا مخرج ويا مصور ويا قاضي ويا يا 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 آه دي اعتبار ما سيكون اعتبار ما سيكون يبقى كلمة يا دكتور معلم قاضي وانت لسه في أولى ثانوي اعتبار ما سيكون يبقى نبأ ملك بإذن الله أن تكون قاضي وأن تكون مهندس وأن تكون مخرج وأن تكون محارب وأن تكون في أي مجال تفيد نفسك وتفيد بلدك مصر ابناءنا في الختام أتمنى أن تقولوا قد أفدتم من هذه الحلقة وأقولوا بالعلم تحس وقار النبوة فالله قال ليحيا خذ الكتاب بقوة بقوة تأخذون الكتاب لتفيد أنفسكم وتفيد بلدكم مصر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته